الله سبحانه عز وجل أعطى العرب ما لا يعطيه لأحد على الأطلاق أعطاهم دليل لو تمسكوا به لم يظلوا أبدا وأعطاهم ذكر محمد وآل محمد لو تمسكوا به لبلغوا بين المشرق والمغرب فأبى الأعراب المنافقين أن يتمسكون بالقرآن وأهل البيت تارة اتخذوا السنة وتارة يرمون القرآن خلف ظهورهم لعلهم بذلك الآمر يبقون على شيطانهم وفجأرهم وفسقهم لذلك الله سبحانه عز وجل جمع خيرات العالم كلها عند الأعراب نفط يورانيوم زئبق فراتين نيلين أعطى الأعراب ما لا يعطيه أحدا لأحد على الأطلاق كرمانا لمحمد وآل محمد ما هي كرمانا لمحمد وآل محمد الله أعطى الأعراب المنافقين كل شيء ما هو الجميل الذي أعطوه لمحمد وآل محمد كرمان العطاء العظيم عطاء الله الجزيل للأعراب ما هو رد الجميل رد الجميل قتل محمد وقتل علي وكسر ضلع فاطمة وخذلان الحسن وذبح الحسين هذول الأعراب رد للجميل الذي من خلاله أعطى الله هذه الخيرات أعطى هذه الخيرات لأمة لم يعطي مثلها أحدا على الأطلاق كان الجميل منهم قتل محمد قتل فاطمة وإحراق بيتها وكسر ضلعها الله لعنة الله على الظالمين قتل علي هذب العدالة هذب الكرم والشرف كله هذب اليتام قتل الحسن وسمه قتل الحسين وذبحه هو وعياله وأخوته وأنصاره بمصيبة لم يأحد التاريخ مثلها مصيبة على الأطلاق لماذا هذا جزاء للجميل جزاء للمعروف أي معروف نحن لماذا حينما ملكنا أصبحنا كدولة آل أمية لماذا حينما مكننا الله من صدام أصبحنا أشد عتوا منه وتفرع لماذا حينما مكننا الله نهبنا وسرقنا وجعلنا العراق العظيم ممزق طائفة تأكل طائفة حزب يأكل حزب تيار يأكل تيار هذه إنجازات من لو كنا نحن على هدى وعلى بينة ونحن مع الصادقين والمتقين هل فعل بالعراق بهذا الفعل الفاحش مصلحة من أليس مصلحة السقيفة وأتباع السقيفة أن يقال عن الشيعة لا يستحقون أن يحكمون لو كنا نحن نبني العراق لقمنا هؤلاء العلوج بحجر لماذا نترك نتركهم يتمكنون منا بألسنتهم ويقولون الشيعة لا يحكمون ولا يستطيعون الحكم لأن نحن ذهبنا إلى ملذاتنا الشخصية ذهبنا إلى ملذاتنا الشخصية ودمرنا العراق نهبا وسلبا نبني بالدول بدبي بلندن بروسيا باليونان بإسرائيل بتركيا عند آل سعود عند الإمارات عند كل الدول نبني والعراق لن نضع فيه لبنة حتى يبنى هل تتوقعون احنا صدق الشيعة قبل يومين جاء نزارني أحد الشيوخ ما يسمى بالشيوخ أنا ما عندي شيخ موسيقى هل تتوقعون؟ اشتركوا في القناة